السلام عليكم ورحمة الله ومرحبا بكم في فيديو جديد ووصفة جديدة من وصفة أم هيتم اليوم إن شاء الله مع اقتراح صيفي لوجبة الغداء وحتى العشاء وجبلية سهلة وسريعة التحضير بنينة بزاف وكل شيء يبغيها اللي هي الباستيشيو أو الكوزمية بالدجاج مع صلصة اللي كيف شمعلكة سهلة في التحضير وبنينة بنينة أكيد مع صير مرافق صحي إن شاء الله تجربوا ويعجبكم ما نطول شعيكم كيف العادة نخليكم مع الفيديو باش تعرفوا على المكونات وكذلك طريقة التحضير ونبدأوا على بركة الله بالمكونات اللي هم مكونات أساسيا البطاطا وصدرت ديال الدجاج فاخدتنا هنا خمسة الحباس ديال البطاطا الحجم اللي هو متوسط قطعتهم هكا بشكل طولي أولى على الشكل ديال اللي في خيط وسلقتوا نص سلقانتوا ملاحظوا معايا فالبطاطا هنا هو خاص لقطة كيف كنت لكم غير هي نص سلقان ما طيباش من زيان زيان باش يعني بنعود نطيبها إن شاء الله في الفرن غدي نحتاج كذلك هنا صدر دجاجة كاملة اللي اخذتها وقطعتها بشكل طولي بالنسبة للكمية دائما كتبقى على حسب عدد أفرط الأسراء ديالتكم فغدي ناخد إن شاء الله هاد دجاج أو البطاطا وغدي نحاول نتبلهم غدي نبدأ أولا بالملح كيف العادة الملح اللي كيف قد دائما على حسب الضوق أنا يعني البطاطاس وخاص لقتها نستلقى رادر مادرش لها الملح باش كنتحكم في الكيمياء ديال الملح غدي نضيف كذلك هنا رب ملعقة صغيرة ديال البزر أو الفوفل الأسود فيهم بجوش وغدي ناخد هنا شوية ديال سكينجبير اللي غدي نضيفه للدجاج غدي نضيف لي كذلك شوية ديال الخرقوم اللي هو الكركم غدي ناخد كذلك تحميرة اللي هي البابريكا غدي نضيف هنا ملعقة صغيرة أو لنسب ملعقة صغيرة فقط لنضيف البتاطاس وكذلك للدجاج وغدي نضيف هنا بودرة الطوم بالنسبة لبودرة الطوم توفرت عندكم نضيفها ما توفرتش عندكم غدي نضيف شوية ديال الزيت نباتية على البطاطاس وما غديش نضيف الزيت على الدجاج يجب أن تشرب لنا التوابل سوف نحاولها كيف تشوفون نقلبها باش كي توزعوا لي هادوك التوابل مع البطاطا وكذلك البطاطا تلبس لي هادوك الكيمية القليلة بالنسبة للبطاطا راه ممكن تقليوها يعني حتى تقليو البطاطا اللي في خيط ديلكم عادي وتاخدوا هادوك شوية ديال التوابل ملحا البزار والتحميراء ووضفوا لهم شوية ديال الزعتر يعني من بعد ما تقليوها فانا كنفضل البطاطا يعني فاد الوصفة هادي كنفضل انا ننديرها في الفرن باش كديشي شوية صحية لانا سوس كنديرو في واحد الكيمية لبأس بها ديال الجبن فما كان بغيش يعني تجي هادوك يجي هادوك هادوك تباقه هادوك الوصفة جي تقيلة فكنناخد البطاطا ديالي كنوضعه هنا افلاطا اللي فرشت لها ورقة طي هم ماشي دروري طاعة الحر ورقة طي ممكن تدهنوها هو شوية ديال الزيت وقد ناخذ واحد بنس ملعقة صغيرة ديال الزعتر او الازير اللي بغيتو هذا الازير او الزعتر كيبقى اختياري بغيتو اضيفوه اضيفوه ما بغيتوه شفا مشي مشكل انا كيعجبني هكا نضيفوه خصوصا اللي كتغادي نطيبها في الفرن كيعطيها واحد للمطاق اللي هو زوين بطبيعة الحال هناك هاللي هي زوينة سفي غادي ندخل البطاطة الفرن اللي كيكون مسخه النار اللي كتكون متوسطة النار كتكون يعني لعندكم كيشعل من فوق وملتحت كتديرو نار من الأعلى ومن الأسفل كان عندكم غير من جهة فكتديرو غير من الأسفل حتى يعني كتنشف مزيان ومن بعد كتبطوها وكتكملوا الورا التحمار هنا دجاج تقريبا من بعد ساعة من بعد ما كيترقت خديت ميقلات على النار اللي هي مرتفعة خليتها حتى تسخنات درك لها كمية ديها تلتا ديها الملاعقة ديها زيت نباتية وكنشحر القطاع ديها الدجاج ديالي بهاد الشكل هادا من بعد كندير نار لي هي مهيلة وكنخلي الجيش كيقنات لاحظو معي فاش نقتله النار هكى واحد الكيميه ديال السوائل فما تخفوش منها كتخليه باش كيطيم مزيان هاداك التجاج انتوما لاحظو كيعود كيشرب هادوك السوائل ديالة له هنط اتفاعله ههنperson�� حتى اكتب البتاطاiku انتوما لاحظوا معي البتاطا ستتخمران وبعد اللي بد منترك ان البرتافورة راكات جيزوين اصلتوا بسنة صدdate owners طواجنات صغيرين طبعا ممكن تديرو في المول زجاجي حجم عائلي مقلة اي حاجة كتدخل عندكم الفرن ممكن تخدمو بها فانا اخذت هنا هذى الطواجنات صغيرين حصص ليهم فرديين نوضع كمية من هذ البطاطس المتبلة كنوضعها كطبقة في الاسفل كيف كتشوفو نحاول نوزعها انا هنا هذى 4 طواجنات انا يجونيها كاربعة ديل الحصص ومن بعد ناخذ كمية الدجاج كذلك ونحاول نوزعها من فوق هذى البطاطة هذى بالتساوي سوف نوزع هنا البطاطة والتجاج بالتساوي على الاطباق هذو ونرجع ان شاء الله باش نحضره صلصة الجبن سوف نبدأ هنا كما بدأ لسلصة البشامل سوف نبدأ بملعقتان كبار ديل الزبدة ما يعادل تقريبا 50 جرام سوف نحاول ندوبها على نار اللي كتكون مبيل المتوسطة والمهيلة من بعد كذلك سوف نضيف هنا ملعقتان كبار ديل الدقيق اللي كيكونوا عامرين ما يعادل كذلك 50 جرام وكنحاول نمزجهم مزيان هكا مع بعضياتهم تقريبا 31 حتى 40 ثانية وغادي نضيف هنا نصف لتر ديل الحليب بالنسبة الحليب فانا كنضيفها هكا لدفعتين يعني كنضيف نصف الكمية وكنخلطها مزيان يعني حتى كيتفكك ليا هدك الدقيق مع الزبدة وكي نساج مليا مع الحليب كنضيف الدفعة الثانية بالنسبة الحليب تسخنو سخنوه بشو تخدمو به بارد فماشي مشكلة بالنسبة المبتدئات فكن نصحكم انكم تخدمو بالحليب اللي كيكون بارد غادي نتبل هنا بشوية ديال الملحة والبزار ونحاول ما نكترش الملح لاني ما زال غادي نضيف إن شاء الله الجبن فكنخلي الصوس ديالي او لا الكريماء حتى كتتقال او لا كتتكاتف هاد الشكل هادو كتغلى كنطفع لها النار وكنضيف لها هنا كمية من الجبن بالنسبة للجبن اي نوع توفر عندكم انا هنا ضفت خمسين جرام ديال الجبن الاحمر وخمسين جرام ديال الجبن المدذرلة كنخلط مزيان 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 محدها بقى هاد السوس هادي سخونة باش كيدو بلي هاداك الجبن فيها مزيان وكي نساجم ومباشرة غادي ناخدها ونوزعها بهاد الشكل هادا كدلك على الدجاج والبتاطا بالنسبة لهاد السوس هادي ره ممكن انكم تاخدوها الدجاج والبتاطا وتخلطوهم هكافشي انا الي هو كبير وضيفو عليهم هاد السوس هادي ودخلطو كل شي وعد من بعد تعمروهم في القلب او لا في الطواجنات ديالكم اللي بغيتو فانا كنفضل انا ندير هاكا ندير نوضع البتاطا وعد نوضع الدجاج ومن بعد ندير السوس ديال الجبن من الفوق ومن بعد نضيف كدلك كمية هنا من الجبن عندي كدلك خالط ما بين جبن احمر وجبن مدذرلة غادي نعن ندير الجبن من الوجه ديالهم ونضخرهم فران اللي هو مسخن فقط يدوب لي هاداك الجبن وياخد لي واحد اللون ونرجوع ده بقى ان شاء الله باش نحضر بالنسبة للعصير اللي غدي رافق في الوجبة ديال اليوم غدي نحتاج لي هنا ثلاثة الحبات ديال البرتقال لي كان نقيهم زيان زيان حبة واحده ديال تفح اللي قشرتها حباتين هنا عندي ديال موز بالنسبة لموز انا عندي هنة صغير لكن عندكم موز كبير فحبة واحدة كدلك كافية وعندي هنا حب جوش حبات ديال الباربا ما مسلوقين ش باربا اللي هي خضراء طرية ما مسلوقاش مش قشرتها وغدي نحاول نقطعها باربا نضيف لهم كأس الماء و سكر على حسب الضوغ نضيف لهم كأس الماء و سكر على حسب الضوغ نحاول نزولي القلب و نحاول نفصصه بهذا الشكل إذا لقيت في عضوما أو هذا البودور ضروري خاصنا نحيدوهم باش مكديرو شلينا داك الطعم والمداقة المرورة في العاصر دينا سوف نكمل أهم كاملين نقيا البرتقال ديالي كامل و نتأكد أنني مبقوش لي فيه البودور كذلك هاد الحبتان ديال الباربال اللي نعود نأكد راه ممسلوقينش راه الباربال اللي هي خضرة كتعطي ما دقلي هو زوي نتمنى فعلا أنكم تجربوها هذا العاصر هذا و صحي إن شاء الله غضي يعجبكم و يعجب حتى الوليدات ديالكم نحاول نقطعها كذلك هكا بشكل اللي هو عشوائي باش يتطحن اللي يمزيان بزيان في الخلط و سوف نوضع جميع المكونات هنا في الخلط البرتقال بالنسبة للبرتقال هنا أنا كان يعني كان نوضع المكونات بهذا الشكل هذا و ممكن أنكم تستخدموا العاصر ديال البرتقال يعني تعصروا البرتقال ديالكم و تدروها مباشرة في الخلط غضي نضيف عليهم هنا كأس ديال الماء و سكر اللي كيف كتليكم كيبقى على حسب الدوق يعني على حسب الحلوات ديال الفواكه اللي انتم ما مستعملين من بعد ما كان طحن العاصر ديالي مزيان 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 كناخدوه هنا و كنصفي كيف كتعرفوه البرباكه تكون شوية قاسحة فكنحاول أنا نصفي يعني من الشوائب و كذلك نصفي حتدوك الجلوفة ديال البرتقال و نعاود نأكد أنكم إلا بغيتوا تعصروا البرتقال ديالكم و تطحنوا كل شي بلا ما تعودوا تصفيه مسبقا كيبقى لكم الاختيار في هاد المسألة هادي هدا هو الشكل ديال العاصر ديالنا من بعد ما طحنتو فأنا غادي نحاول هكا نحيد منو هاد الرقوة هادي نوضعوه في ايناء او لف قرعوه نخليفت اللاجح تا كيبرد على الوقت التقديم باش كيجي الماداق ديالو زوين هدا هو الشكل نهائي ديال الوجبة ديال اليوم الكوزامية هنا من بعد ما دبلينا هاداك الجبن و خليته احتخده ليه لون بهذا الشكل هذا اللون اللي هو زوين تمنى فعلا نجربوها لانك جبنينة و كيبغيها الكبير و الصغير العاصر ديالنا كذلك هدا هو الشكل ديالو رفقتهم كذلك بسالة طالية سريعة تحضر ديال الخيار والخص والطماطم هدا هو الشكل ديال الطبق ديالنا اللي هو غني عن التعريف تمنى فعلا انكم تجربوه وتستغلو هاد الوقت هدا ججر خيص كذلك البطاطس موجودة والبطاطا والوقت ديالها هدا و رخيصها وتمنها مناسب تجربو هاد الوصفة هادي للغداء والعاشاء ونا متأكد ان شاء الله غادي تعجبكم و غادي تعتمدوها الى عجبتكم وصفة اليوم كيف العادة ما تنسوش خليو لنا لايك لتشجيع شاركوا الوصفة مع احبابكم صحبكم و في مواقع التواصل الاجتماعي لكنتم من الناس اللي اول مرة كيشاهدوا القناة وعجبكم المحتوى فدائما كندعوكم للاشتراك في القناة بالضغط على زر الاشتراك او لا ابوني او لا سبسكرايب موجود اسفل الفيديو فعلوا جرس التنبيهات باشتوصلوا بجديد الفيديوهات بالنسبة للناس اللي ممكن يوصلوهمش اشعارات القناة فالغيوا الاشتراك وعودوا اشتركوا من جديد مع تفعيل الجرس بدك منكم وصلت نهاية وصفة اليوم مع وصفات اخرى ان شاء الله